كهرباء بعد ما كان تعرض لإصابة تشافى منها والحمد لله وقال أنا جاهز لمباراة الكنغو وقال محمود كهرباء لا أعاني من أي ألام حاليا بتدرب مع الفريق بقوة ومستعد للمشاركة في المباراة إذا ما أسند لي هكتور كوبر هذه المهمة وقال مش زي ما الناس بتتكلم أن أنا هتحامل على نفسي عشان المشاركة أنا فعلا خفيت وبقيت كويس وطوال الفترة اللي فاتت كنت دايس على نفسي جامد وبتدرب ثلاث مرات في اليوم عشان أجهز لهذه المباراة اللي بيأمل كهرباء أنه يشارك فيها مع كل زميله ويحقق الفوز على الطريق السفر إلى روسيا كلام هاي اللي جميل جدا بس متأخر جدا متأخر مهور المنتخب يعني هو ضم ناس بدلوا ها 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 طيب حييجي ليلة المباراة يضموا ده في استحالة يعني الكلام ده يعني مش فهم برضو ليه بيتقال دلوقتي احراج لجهاز الفني يعني طب أنت ليه من الأول التقرير الطبي بتاعك ما راحش صح بحيث أنك ياخدك معاه في المنتخب ويشوف حالتك هو بيعرض نفس الرجل كأساسي جاهز للمشاركة ما ينفعش للمشاركة نحن ليلة المباراة يبراهيم اشتركوا في القناة